متابعين في كل مكان متابعي موقع بصراحة اهلا بكم في باسم باشي الجديد معكم انا محمد صاري محارف سعف طبعا احنا حاليا متواجدين مع حدقكم ملازلين مستمرين مع حدقكم من داخل السوق الا سيدة عيشة في تحصية حية وكاميرا معانا بقى اليوم الدرجات طبعا ازا ما حقكم متابعين يعني اصعار الدرجات بكون اصعار نسبية احيانا بتكون فوق قوي واحيانا يعني الاسعار بتكون في المتناول معانا بقى هنا يعني احد بقاعين الاضربات يقدر ان هو يوضح لنا السورة واخرب الاضربات اللي بتقدم هنا داخل السورة سيدة عيشة واسعارها بيكون ايه مقارنة بالاسعار يعني بالاسعار في الخير يعني انا في البداية برحب بيتكرمنا بقى كده تاني قلنا مواصفات العجل اللي قدامنا دي شاكرها عامل ازاي فيها حاجة اسمها 26 دبابة فقط شربة مية اه اه شامك من قدام يحط فيها حاجته وشانتها من وراء حد يعد عليها فيها لو انت مسترويات زمانت حدق عايزة لك مسترويات بيكون مش مساعد من قدامك ده جميل مواصفات فرام التسخ هنا وراء قدامك سرعات هي كده فيها سرعات اه فيها سرعات دي عاملة خمس دولة جميلة اه دائما طبعا متعودين لسول السيدة عيشة بيكون فيه كل حاجة مختلفة عن الأسعار في الخارج هكذا برضو بالنسبة لأسعار الدراجات يعني الدراجة دي بره سرعات عامل ازاي مقارنة بالسيدة عيشة دي بره بتاع بست دولة جميلة لانا عندنا نباع الخمس دولة جميلة فهذا قد يجين في العجل لانا دي اعتبر اعلى حاجة في العجل عاجلها 26 دبابة اعتبر اندر حاجة في العجل في المعادة بالنقر تبقى فيه عالة اللي وفيه بس هو أهم حاجة الخامس الخامس هنا خامنة ضيفة جدا لانا انت حلوش عيش مع باعنا تشيل زمان انت عايش اه يعني انت حرفيا هنا عندك دي عاجل الراجل دي عاجل الراجل دي عاجل الراجل لم يلقي اه باعنا ما ي Dead تساعد لالفاعات اللي وفيه دي عاجل تساعد لنغل بصم الام النقر دي عاجل يا م هدا دي شالطةindreوراء ما صراحة لحد يوعد آ maze كدا رح organizer واندك отвورسة هنا كدا اعتبر عنiamente يأكت بأنك في عالة استورها دي عاجل لي ذو الثاني المترجم للقناة قلترنا كمان ان ان الارجة دي بيكون فيها سرعات اه تمام كارلنا بقى كده عم سارة السرعات بيكون فين بالزبط اه السرعات بطبينا السرعات ايه دي جاشمة السرعات دي كده بتغير السرعات من هنا كده احنا ما حب نغير تغير السرعات من هنا دي ما احنا عايزين نعم سواء عليا ذي عندنا حاجات تانية احنا بغضو دي عندنا حاجة زي كده 26 دOver 86 د were بيكون سأغاء كم؟ اه دي عندنا 3 500 اه دي ستة عشان دفهمية قويس دفهمية طرط الامونيا بدون ماور بدون ماور بدون ماور خدر على المساعدين يعني مهم ما تهمش بالعجلة باش ياخدوا يدي معاك طب في اي حاجة ما تحش بان انت عليك العجلة خاص ياخدوا يدي معاك في المشي احنا برضو بحبين الكلم معاك يعني وفك الانوان البس مباشرة عن اغرب انواع الدرجات قلتنا بقى ان انت عندك مرة عجلة الملك فاروق مرة يعني عجلة تانية شخصيات كده وعجلات قديمة انت بتباعها كتراث كحاجة تاريخ يعني كلمنا عن القصة دي في سوريا سيدها ايش اه طب من زال ما احنا شغالين في الجدل عارفين ديه احنا بنجيب حاجات قديمة برضو مستعملة حاجات المستعملة دي بيها حاجات قديمة اول من زمان يعني القديمة ده تبقى حاجات من ندرة اوه يعني اتلاقيها حاجة مميزة حاجات قديمة بيكون ليها مقطنيها اي طبعا الناس بتحبها بتحبو تشريها سعرها بيكون كام يعني نظر العجلة دي 12.20 عمر ما اشتعمل دي الالبين فتنعفل دي 2021 حسب خمط العجلة حسب احنا بنكلم يعني ان التراث او التاريخ بيلعب دور في سعر العجلة ممكن ليها عجلة قديمة تقومها 10-3 زي اي حاجة قديمة بو ألها المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة